بسم الله الرحمن الرحيم أصبح عندهم تلميذ يعلمونهم نساء ورجال من بين ما يعلمونهم هذا الكلام يسمعوا جيدا يقولون لأتباعهم من الرقاة والراقيات وسمعته من كثير من أولئك الذين يتابعونهم وتعلموا عندهم الرقاة وأصبحوا رقاة خرافة مثلهم يقولون لو هكذا بهذا اللفظ لو قرأنا عشر ساعات من القرآن الكريم على المريض لا يحذر الشيطان لو قرأنا عشر ساعات على المريض لا يحذر الشيطان فلذلك يجب هكذا يقولون فلذلك يجب على المريض أو المريضة أن يحذر النية نية ماذا؟ نية تحذير وحضور ذلك الشيطان نية تحذير وحضور ذلك الشيطان وهذا ما صرح به الغريب الموسلي في مقطع قد ذكرته لكم وهو يعلم في تلاميذته أصول الرقية الشرعية وفي الحقيقة هي أصول الرقية البدعية الرقية الضالة يعلمهم أنه يقرأ من أجل أن يحذر الشيطان من أجل أن يحذر أو يحذر الشيطان وهذا هو الدجل بعينه للأسف الجديد فهؤلاء الرقات يقرؤون على المريض القرآن فلما لا يحذر يبدأون باستبزازه بالكلمات الشركية وبالكلمات التي لا أصل لها من الكتاب والسنة وهي عبارة عن استغاثات واستعانات ودعاء للشيطان وذكر لإسم الشيطان فيحذر الشيطان والعلماء اللجنة الدائمة قد أفتت فتوى صريحة موجودة فارجعوا إليها أن الراقي الذي يقرأ بنية تحذير الشيطان هذا ليس براقي شرعي بل هو صاحب كهانة هكذا أفتت اللجنة الدائمة الراقي الذي يقرأ بنية تحذير الشيطان في جلسة الرقية هذا ليس براقي شرعي وإنما هو صاحب كهانة فارجعوا إلى الفتوى بارك الله فيكم فهؤلاء الرقات ليسوا برقات شرعيين بل هم أصحاب كهانة وأصحاب الدجل ويعملون مع الشيطان ويعملون لصالح الشيطان فالبلوى عمت فأصبح هؤلاء الرؤوس رؤوس الدجل ورؤوس التخريف والتحريف عندهم تلميذ وعندهم تلميذات يعطونهم الإجازات بالجهل فيأخذ التلميذ وتأخذ التلميذ الإجازة وتفرح بذلك الجهل وبذلك التخريف والتحريف وتصبح بين عشية وضحاها راقية راقية بماذا؟ راقية بالاستغاثة وبالاستعانة بالشيطان تنادي الشيطان كما يناديه حامل المسك والغريب الموصل وغيرهم من الدجاجلة فأنا أحذركم من هؤلاء ومن أتباعهم أحذركم من هؤلاء ومن أتباعهم لأن رقيتهم غير شرعية رقيتهم والله العظيم ونحن في شهر رمضان الكريم رقيتهم غير شرعية رقيتهم بعيدة عن عن الرقية الشرعية كل البعد بعيدة عن رقية النبي صلى الله عليه وسلم ورقية جبريل ورقية الصحابة وبعيدة عن فتاوى العلماء فلا تتابعهم ولا تشاركوا لهم في المنشورات ولا في القنوات ولا تشجعهم ولا تطلبوا عندهم العلاج لأنهم لقات غير شرعية لقات خرافة ودجل وكهانة وعرافة والعياذ بالله لا هم ولا أتباعهم رجالا ونساء فهم يعملون مع الشيطان ويعملون لصالح الشيطان ولا يقرؤون القرآن في مجالسهم في الرقية الشرعية بل يكثرون من نداء الشيطان ومن الاستغاث به والاستعانة والتوسل به والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة